يعني الحقيقة بعد تحققهم لربعية أهلوية وموسم استثنائي كان قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه هو يكرم أبطالنا بهذه الربعية يعني الحقيقة يمكن هو كمان مقدرش أنه هو يحضر طبعا بسبب ضرف صحي ولكن كان كلامه ليهم الحقيقة أنا كنت حاضرا بارح كان كلامه ليهم أنه هو مرديش أنه هو يأجل هذا التكريم خاصة التكريم لما يجي من النادي الأهلي طبعا هو يتم تكريمهم كتير خلال الفترات اللي جاي أكيد في عدد كبير من الاستفتاءات وأكيد هنشوف ده خلال فترة المقبلة بسبب تفوقهم الحقيقة في هذا السيزن يعني أو هذا الموسم ولكن التكريم لما يجي على طول بعد أقل من 24 ساعة على تتوجهم بكأس مصر على حساب الزمالك أكيد لفتة طيبة جدا وده اللي متعودين عليه من مجلس إدارة النادي الأهلي يستحقوا التكريم يمكن كان فيه إخفاق السنتين الماضيتين ولكن هم وعدوا وقفوا أنه هم يصلحوا جماهير النادي الأهلي ويصلحوا مجلس إدارة النادي الأهلي وده اللي حصل فعلا كانوا رجالة وكانوا قد كلمتهم وقدروا أنه هم طبعا يحققوا الربعية في هذا الموسم الاستثنائي الكبير جدا وزي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة يمكن شايفين طبعا يعني تكريم رجال الطيران بارحة كرم يمكن مش بس اللعيبة أيضا الجهاز الفني الجهاز الإداري كل القائمين على هذه الرحلة اللي قدروا أن هم يتوجوها ويكللوها بالنجاح وبالربعية ويعني يمكن فرحونا كلنا فرحوا جماهير النادي الأهلي فرحوا مجلس إدارة النادي الأهلي والحقيقة ما فيش كلام يوفيهم حقهم لأنه هم فعلا قدوا مجهود كبير جدا ويمكن حتى البطولة الإفريقية يعني ما كانش فيه ولا إخفاق ولا شوت بالعلامة الكاملة قدروا أنه هم يتخطوها وكل ده الحقيقة فقال يعني يمكن منتكلم عن 60 يوم أو منذ تحديدا شهر فبراير أو آخر شهر فبراير حقيقة بدأنا بكأس السوبر بعدها على طول الدوري بعدها على طول البطولة الإفريقية ثم بقى ختموها كان مسك شفنا منذ عدة أيام أو تحديدا يعني أول أمس كان بفوز النادي الأهلي بكأس مصر في الموسم الجديد على حساب نادي الزمالك الحقيقة خلينا أقول لحضراتكم كان فيه عدة رسائل مهمة جدا من كابتن محمود الخطيب في الرسالة اللي وجهها لرجال طايرة الأهلي يمكن أولها طبعا وده اللي احنا متعودين منه على طبعا كابتن محمود الخطيب أنه هو دايما بيوجه رسائل مهمة جدا كانت الرسالة أن المسئولية اللي جاية مش سهلة أبدا ومش هينة أبدا خاصة أن هم أبطال الربعية فاللي جاية هيكون أصعب يعني مش لازم أبدا أن هم يحسوا بثقة زائدة أو أريحية أو غرور بسبب تحقيقهم للربعية ولكن الحقيقة لازم اللي جاي يكونوا عاملين حسابه لأن دايما بعد النجاح الكبير بيكون صعب جدا أن أنت تحافظ على هذا النجاح بشكل مستمر وبشكل كبير فعشان كده كابتن محمود الخطيب كان رسالة مهمة جدا اللي جاية أصعب وأن المسئولية كده زادت عليهم بالعكس ما خفتش أبدا ولكن زادت على عاطقهم طبعا وعلى أكتفهم بسبب النجاح اللي هم حققوه في الموسم ده أيضا كان فيه رسالة هامة جدا وهو أن يعني يمكن اللعيبة في النادي الأهلي يمكن فيه المطش الخاص بنادي الزمالك نهائي كأس مصر كان فيه البوينت 22 كان خلاص اللعيبة ابتدوا أنه هم يحتفلوا وبفوزهم طبعا وكابتن محمود الخطيب وده اللي احنا كلنا بنتعلموا منه وده المبادئ اللي احنا بنتعلمها من النادي الأهلي دايما بنقول ده مش شعرات وده مش كلام ولكن الحقيقة كان فيه رسالة مهمة جدا وأن هي فكرة ما كانش ينفع أن احنا نحتفل وإحنا عند النقطة 22 لا كان لازم نخلص المطش ونستلم الكأس وبعد كده نبتدي أن احنا نحتفل لأن رجال طايرة الأهلي أو مش بس رجال طايرة الأهلي كل الألعاب المختلفة في كل طبعا يعني سواء طايرة الأهلي سلة الأهلي فريل أول لكرة القدم دايما بنحتفل وإحنا يعني معانا البطولة وإحنا معانا الكأس وهو ده طبعا اللي صمم عليه أنه احنا احتراما للخصم اللي قدامنا أو الاحتراما للمنافس اللي قدامنا ما ينفعش أن احنا نحتفل قبل نهاية المباراة ولكن زي ما احنا عارفين يعني يمكن ده كان مجهود وتعب فاللعيبة احتفلوا قبل الأوان يعني هم كانوا خلاص ضمنين أن هم حسموا المباراة لصالحهم ولكن دايما بنتعلم كل ما هو خاص بمبادئ النادي الأهلي من كابتن محمود الخطيب وهو ده اللي احنا شفناه طبعا شفنا فرحة كبيرة جدا من اللعيبة عقب بتسلمهم الكأس زي ما حضراتكم شايفين أمامنا هو يمكن ده كان من خلال 48 ساعة شايفين فرحة كبيرة جدا باق الماسترز رجال طايرة الأهلي عناصر الحقيقة مختلفة عندنا خبرات مختلفة في الفريق ده وده هو اللي يمكن خلق الروح دي في الفريق وخليهم أن هم يوصلوا لهذا المجهود وهذه الربعية مستر فرناندو منذ الحقيقة منذ توليه في شهر يوليو الماضي شهر 27-23 الحقيقة أنه هو كان جاي وكان الرهان عليه كبير جدا خاصة أنه هو كان جاي بعد إخفاق لموسمين متتاليين ولكن الحقيقة قدر أنه هو يعني منذ بدء الموسم أو منذ توليه المسئولية في شهر 7 الحقيقة شفنا أداء كبير جدا شفنا روتيشن كبير جدا في الفريق زي ما أنا كنت بقول لكم دلوقتي الاعتماد على العناصر الشابة بجانب الاعتماد على الخبرات الكبيرة زي ما احنا شايفين قدامنا كابتن حسام يوسف كابتن عبد الحليم عبو كابتن عبدالله عبد السلام كابتن أحمد صلاح كلها خبرات كبيرة جدا بجانب طبعا الشباب الواعد اللي موجود اللي كان ليهم بصمة كبيرة جدا شفنا طبعا عبدالرحمن الحسيني طبعا عبدالرحمن سعودي شفنا أيضا سيف حسن عابد المنضم حديثا في الموسم ده يعني يمكن هو كان لي حديث معاه أمس الحقيقة في تكريم مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيتكلم أنه هو فخور جدا بفكرة تواجده في صفوف النادي الأهلي لأنه هو لاعب لسه منضم حديثا في موسم واحد يحرز أربع بطولات لا ده صعب ومش بنلاقيه غير داخل جدران النادي الأهلي وشايفين دلوقتي أمامنا أيضا البطولة الأفريقية طبعا في نسختها الـ 45 كابتن عبدالله عبدالسلام طبعا المايسترو والأسطورة الكبير جدا يعني واحد من أساطير الكرة الطيرة مش بس في النادي الأهلي ولكن أيضا في مصر وفي أفريقيا شايفين فرحة كبيرة جدا الحقيقة شفنا يمكن كمان دايما بنتكلم على الرسائل الهمة وهي إنكار ذات في النادي الأهلي وفي صفوف النادي الأهلي وأنا دايما بحب أزيد النديم الشعرات لا فعلا يمكن زي ما احنا عارفين أنه سيف حسن عبد يعني انتقل من نادي للنادي الأهلي كنت بتكلم معاه على فكرة المبادئ اللي تعلمها خلال السيزن ده من النادي الأهلي كلم معي وقال لي أنه مش بس الاحتواء اللي شافه من اللعيبة الكبار والصغيرين واندمك سريعا مع الفريق وده اللي خليه أنه هو يتقلق الحقيقة مع الفريق ولكن المبادئ أيضا الرسائل اللي تم توجيها مبارح من خلال كابتن محمول الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أكيد شايف أنه هو بيتعلم كتير جدا وأن مبادئ النادي الأهلي مختلفة عن أي نادي تاني ممكن أي لعيب يلعب فيه ومسئولية لبس تيشرت النادي الأهلي الحقيقة بتحمل مسئولية كبيرة جدا لأي فرض فيه منظومة النادي الأهلي